بعد أن عرضت نماذج من الأحاديث المعصومية التي تخبرنا عن تفوق الرجال والنساء في مرحلة الظهور المهدوي وبينت من أن الأحاديث التي ذكرت لفظة الرجل لفظة الرجال هي لا تتحدث عن الذكور لا تتحدث عن الأجناس هنا وإنما تتحدث عن الشخص عن الشخصية والتي قد تكون لذكر أو قد تكون لأنثى وهذا هو منطق القرآن وذكرت لكم بعضا من الآيات الكريمة من القرآن تحدثنا عن أنه لا يوجد فارق في جوهر الخلقة في أصل الخلقة بين الرجل والمرأة وعرضت بين أيديكم بعضا من الآيات التي تتحدث عن أن الرجل والمرأة على حد سواء في الجانب العقائدي وفي الجانب الإيماني وفي الجانب الديني اعتقادا وإيمانا وعملا صالحا هذه المضامين مرت علينا في الحلقة الماضية وسأكمل من حيث توقفت في سورة النساء إنها الآية الأولى بعد البسملة يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الخطاب للناس جميعا وهذا العنوان الناس يتساوى فيه الرجال والنساء فهذا الخطاب موجه للرجال والنساء على حد سواء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إنها نقطة واحدة جهة واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء لا يوجد فارق في كل آيات الكتاب الكريم فيما بين الرجال والنساء هناك منطق أخرق هناك منطق أخرق قبل ليلتين كنت أتنقل بين القنوات الفضائية لقد استمعت إلى متحدثين في ثلاث قنوات يتحدثون عن الآية من سورة النساء إنها الآية التي ترتبط بالميراث إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا المقطع للذكر مثل حظ الأنثيين سمعت ثلاثة من المتحدثين يتحدثون حول هذا الموضوع ومن أن الغربيين وغيرهم يثيرون إشكالا على المسلمين وعلى دين الإسلام من أن الإسلام يميز بين الرجال والنساء لا أريد أن أذكر حديثهم لكنني ألفت أنظاركم إلى أن هذا الأمر يتحدث الناس عنه كثيرا وأنا لا أدري أهو الغباء أم هو الضلال أم هو تجاهل الحقيقة الجواب موجود في الآية نفسها يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حكم من أحكام الميراث يرتبط بالأولاد بالأخوة والأخوات الذين هم أبناء الميت مات شخص وترك أولادا ذكورا وإناثا القرآن يشرع هذا الحكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حكم في الميراث يختص بهذه الحالة بحالة إذا مات الإنسان وترك أولادا منهم ذكور ومنهم إناث فهذا الحكم ليس للتمييز بين الرجل والمرأة تقولون كيف أكمل الآية أكمل الآية أكمل الآية أكملوها فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس فهذه البنت بنت الميت تأخذ نصف الميراث بينما أبوه الرجل يأخذ سدس الميراث في الآية نفسها هذه أحكام وللأحكام حيثيات مثلما في قوانين الأرض حينما تشرع القوانين في كل دول العالم ألا توجد حيثيات وخلفيات لتشريع تلك القوانين هناك حيثيات في هذه الأحكام هذه الأحكام ليست مبنية على التمييز بين الرجال والنساء الآية نفسها الآية نفسها تتحدث عن ثلاث حالات الحالة الأولى إذا مات الرجل وترك أولادا ذكورا وإناثا في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين الحالة الثانية فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك لو كان أبوه حيا لو كان أبوه حيا فإن حصة أبيه ستكون أقل من حصة هؤلاء النسوة ولذا جاء المثال الثالث صريحا صريحا جدا وإن كانت واحدة إذا ترك الميت بنتا واحدة فلها النصف تأخذ نصف الميراث ولأبويه لأبويه لكل واحد منهما السدس فهنا يتساوى أبوه مع أمه الأبو يأخذ السدس والأم تأخذ السدس هذه حالة تساوي وفي الوقت نفسه فإن البنت تأخذ النصف الآية واضحة هذه أحكام فالصورة فالصورة الأولى للذكر مثل حظ الأنثيين فإن حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى أما أما في هذه الصورة إن ترك الميت بنتا واحدة فإنها تأخذ نصف الميراث أبوه يأخذ السدس فحصة البنت أكثر من حصة الرجل الذي هو أبو الميت وحصة الرجل هنا تساوي حصة المرأة التي هي أم الميت فهناك حالة يتساوى فيها الرجل مع المرأة وهناك حالة تكون حصة المرأة أكثر من حصة الرجل وهناك حالة تكون حصة الرجل أكثر من حصة المرأة إذن أين هو التمييز أين هو التمييز في الآية نفسها في الآية نفسها لا يوجد تمييز ولذا أنا لا أدري ماذا أقول هل هذا غباء هل هذا غباء أم هو ضلال أم هو قفز على الحقيقة الآية لا تمييز أصلا بين الرجال والنساء وإنما يؤخذ جانب من الآية وتترك الجوانب الأخرى إذن هناك تشريع يتساوى فيه الرجل والمرأة ولأبويه لكل واحد منهما السدس وهناك تشريع تكون حصة المرأة أعلى من الرجل وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس وهناك تشريع يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إذن أين التمييز لا يوجد تمييز هناك صورة تكون حصة الرجل أكثر من حصة المرأة وهناك صورة تكون حصة المرأة أكثر من حصة الرجل وهناك صورة تكون حصة الرجل مساوية لحصة المرأة هذه تشريعات لها حيثيات والأقبح من ذلك الأقبح من ذلك ما يستدل به بعض علماء الشيعة من أن الذكر أفضل من المرأة بما جاء في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة من سورة آل عمران في قصة ولادة السيدة مريم والدها عمران كان نبيا والد السيدة مريم وهو قد أخبر قومه وأخبر أهله من أنه سيرزق بولد لأن زوجته حنة كانت حاملة توفي عمران النبي وكانت زوجته حاملا زوجته حنة نذرت ما في بطنها وهي تعتقد بأنه ذكر لأن عمران النبي هو الذي قال بأنه سيرزق ولدا ذكرا عمران النبي ما تحدث عن الذي في بطن زوجته وإنما قال بأن الله سيرزقه ولدا ذكرا إنه يتحدث عن عيسى يتحدث عن حفيده فحفيده ولده فلما ولدت مريم هكذا قالت أمها بحسب ما نقل القرآن لنا فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى هذا ما هو بقول الله هذا قول السيدة حنة وهذا القول ما هو بقولها أيضا ولا أن عقيدتها كذلك إنها تتحدث عن دين الأحبار والحاخامات باعتبار أنها نذرت ما في بطنها محررا لبيت العبادة للمعبد أن يكون خادما في المعبد بحسب دين الأحبار والحاخامات فإنه لا يجوز للنساء أن يدخن إلى المعبد لا يجوز للنساء أن يخدمن في المعبد هذا هذا هو دين الأحبار والحاخامات ما هو بدين الأنبياء ولا هذا الكلام يمثل عقيدة السيدة حنة والدة السيدة مريم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت هذه جملة توضيحية وليس الذكر كالأنثى هذا كلام السيدة حنة وهي تتحدث عن دين الأحبار والحاخامات من أنهم سيرفضون تطبيق نذرها وإلا فإن كلامها واضح في أنها قد نذرت ما في بطنها أكان ذكرا أم كان أنثى على حد سواء وإن كان اعتقادها أنها تحمل ذكرا لأنها هكذا سمعت من زوجها عمران النبي وليس الذكر كالأنثى هذا لا هو بقول الله ولا هو بقول السيدة حنة وحتى لو كان قولا للسيدة حنة فأن نأخذ ديننا من السيدة حنة من والدة السيدة مريم ما علاقتنا بها لكن الحقيقة أن الكلام هذا يمثل مضمون دين الأحبار والحاخامات فيأتي مثلا الإحساء مؤسس المدرسة الشيخية الإحسائية حين ينتقص من مقام الصديقة الكبرى حين يجعل مقام أبنائها أعلى من مقامها يستدل بهذه الآية أي غراء هذا يستدل بالآية وليس الذكر كالأنثى هذه الآية ما هي بمنطق الله سبحانه وتعالى ولا هي بعقيدة السيدة حنة هذا مضمون دين الأحبار ولذا فإن النبي زكريا استطاع أن يفرض عليهم أن تكون السيدة مريم في المعبت فرض عليهم ذلك بالحجج والبراهيم فهذه الآية لا علاقة لها بالموضوع هذا بالضبط مثلما جاء في سورة يوسف هذا الكلام يتردد على الألسنة دائما إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ويقولون ويقولون قال الله في القرآن الله لم يقل هذا هذا كلام عزيز مصر الله نقله على سبيل الحكاية هذا ما هو كلام الله دقق النظر في سياق الآيات في سورة يوسف إنها الآية الثامنة والعشرون بعد البسملة من سورة يوسف فلما رأى قميصه من الذي رأى قميصه إنه عزيز مصر زوج زليخة فلما رأى قميصه قميص يوسف قد من دبر قال إنه يخاطب زوجته زليخة قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم فإن الله ما قال هذا القرآن مليء بالحكايات والقصص الله يحدثنا عن لسان فرعون يحدثنا عن ألسنة الطغاة يحدثنا عن الكافرين يحدثنا عن المشركين فهل أن الكلام الذي ينقله القرآن عن المشركين يكونه كلام القرآن أي منطق هذا القرآن يحكي هنا عن المشركين فهنا القرآن يحكي لنا كلام عزيز مصر الذي هو زوج زليخة فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ومثل هذا كثير في القرآن يردده الناس على ألسنتهم عامة الناس ربما يعذرون لجهلهم أما أصحاب العمائم من السقيفتين اللعينتين من سقيفة بني ساعدة أو من سقيفة بني طوسي ما هو عذرهم ما هو عذرهم وإنما يكشف ذلك عن جهلهم وجهالتهم وسفاهتهم وتفاهتهم وهذه هي الحقيقة الواضحة الناصعة نحن هكذا نقرأ في سورة الحجرات إنها القاعدة العامة الكاملة الشاملة في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة يا أيها الناس الخطاب للناس جميعا للذكور والإناث معا للرجال والنساء معا على حد سواء هذا العنوان الناس لا يستطيع أحد أن يميز بين أفراده فهذا العنوان ينطبق على الرجال والنساء معا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى بالتساوي بالتساوي المولود حين يولد أكان ذكرا أم كان أنثى يشترك في تكوينه الوالد والوالدة على حد سواء كل بحسبه كل بحسب وظائف أعضائه لكن القضية في النهاية فإن الأمر على حد السواء فيما بين الاثنين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذه الشعوب والقبائل تتألف من الرجال والنساء على حد سواء تأتي الأعراف الأعرابية تميز بين الرجال والنساء هذا أمر آخر هذا شيء يفعله الإنسان نحن هنا نتحدث عن منطق الله عن منطق القرآن منطق القرآن هذا واضح يا أيها الناس هذا الخطاب للرجال والنساء على حد سواء إنا خلقناكم أنتم أنتم الناس الذين تتألفون من رجال ونساء إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا لتعارفوا هل هي خاصة بالرجال أو أنها خاصة بالنساء الأمر على حد السواء فإن الله سبحانه وتعالى خلق الرجال والنساء من ذكر وأنثى وجعلهم بعد ذلك جعل الرجال والنساء شعوب وقبائل نحن لا نستطيع أن نتصور الشعوب والقبائل من الرجال فقط أو من النساء فقط كيف تتكون الشعوب والقبائل لابد من وجود الرجال والنساء معه الغاية الأخلاقية والاجتماعية موحدة بالنسبة للرجال والنساء لتعارف ثم تأتي القاعدة الأصلية في الكتاب الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه الأكرمية هل هي خاصة بالرجال أم هي خاصة بالنساء الخطاب موجه للجميع يمكن أن يكون الرجل أفضل من كل الرجال ويمكن أن يكون الرجل أفضل من كل الرجال والنساء ويمكن أن تكون البرأة أفضل من كل النساء ويمكن أن تكون المرأة أفضل من كل الرجال والنساء كل الإحتمالات موجودة وكلها من جهة وقوعها على أرض الواقع بدرجة واحدة لا نستطيع أن نفرق بين مستويات احتمالات تحقق هذا المعنى بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء فإن الآية لا تفرق بين الرجال والنساء بأي وج من الوجوه إن أكرمكم عند الله أتقاكم في سورة التوبة الآية الحادية والسبعون والتي بعدها هاتان الآيتان واضحتان جدا أنصت للآيتين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لا يوجد فارق فيما بينه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله على حد سواء هل هناك من فارق بين الاثنين؟ لا يوجد فارق بين الاثنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولايتهم واحدة بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يقتضي مواجهة مع الحكام الظالمين في بعض حالاته في بعض درجاته وهذا هو الذي فعلته الصديقة الكبرى في مواجهة السقيفة الظلم والبغي والنجاسة والرجاسة في مواجهة السقيفة بني ساعدة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله على حد سواء الرحمة نازلة إليهم على حد سواء أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات الآية السابقة في الدنيا وهذه الآية اللاحقة في الآخرة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم المؤمنون والمؤمنات على حد سواء في هذا الفوز العظيم هل يوجد تفريق في هاتين الآيتين في أي مقام من المقامات التكاليف الشرعية هذه وظائف الوظائف لا علاقة لها بمقام الإنسان الوظيفة شيء الوظيفة تترتب على الإنسان بحسب الملابسات والظروف الموضوعية لأي شأن من شؤون الحياة أكان شأنا دنيويا أم كان شأنا دينيا وهذا الأمر قد يكون مختلفا فيما بين الرجال وقد يكون مختلفا فيما بين النساء وقد يكون مختلفا فيما بين الرجال والنساء الاحتمالات قائمة في جميع الاتجاهات ونسبة وقوعها متساوية لا يوجد تفريق بين الرجال والنساء في منطق القرآن الواقع الاجتماعي شيء آخر أنا لا أتحدث عن الواقع الاجتماعي وعن الإسقاطات التي هي إسقاطات من الأعراف والتقاليد المتوارثة حديثي ليس عن هذه الجهة حديثي عقائدي فكري قرآني رباني هذا هو منطق القرآن من هنا فإنني حينما حدثتكم عن الرجال والنساء كنت أقول الرجال والنساء الفائقون فهناك رجال فائقون وهناك نساء فائقات هناك رجال يتفوقون على الرجال والنساء وهناك نساء يتفوقن على الرجال والنساء لا يوجد فارق بين الاثنين فكل الأحاديث التي مرت تتناول الرجال والنساء في مرحلة الظهور المهدوي على حد سواء نذهب إلى فاصل